أبرز ما جاء في البيان الصادر عن مكتب حزب الازدهار في أمهرة قال البيان أن الجبهة الشعبية للتحرير تيجراي الإرهابية قالت لوسائل الإعلام مهددة شعب أمهرة من دون أي ذنب ارتكبوه سأصف الحسابات معها لأمهرة وقالت علن أنها ستدمر إثيوبيا وإن أدى الأمر للذهاب إلى الجحيم وعبر البيان عن أفعال الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي بالجنونية وإصرارها باطلاق العنان لسيف الدمار على أمهرة وإثيوبيا أكثر من أي وقت مضى وصرح البيان عن المعلومات التي جمعت من قبل الحكومة من الأسرى والتي تظهر نوع المهمة التي أوكلتها الجماعة الإرهابية للإرهابيين الذين ينفذون هجمات إرهابية ويظهر البيان بأن الجرائم التي ترتكبها جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيجراي الإرهابية في المناطق قد غزت بغطرسة ليس فقط سكان أمهرة ولكن أيضا الشعب الشقيقي في عفر من اختصاب لنساء عفر وقتل للأطفال والشباب ونهب الرعاة ومن ناحية أخرى أوضح البيان أن لدى الشبهة الشعبية لتحرير تيجراي الإرهابية المصممة على تدمير شعب أمهرة وأطفالها ونتيجة لذلك قتل الشباب في كل مدينة بسبب مخططاتهم الشريرة ومن المعروف أن منذ فترة طويلة ركزت الجبهة الإرهابية على الأكاديميين والنشطاء والمستثمرين والأفراد المؤثرين وأوضح البيان أنه تمكن من التحقق من أن الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي الإرهابية وضعت خطة لنهب سكان وأهل أمهرة وشركائهم في مناطق أخرى بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في منطقة تيجراي كما أخبر بعض المواطنين تيجراي أصدقاءهم من أمهرة أنهم سينهون غزوهم بحلول نهاية سبتمبر وأنهم يعتزمون الانتقام من شعب الأمهرة من خلال نهب ثروات الأمهرة وممتلكاتهم وتدمير ما تبقى جاء في البيان أن هدف المجموعة الإرهابية التي كان لها دائما الهدف السياسي المتمثل في إنشاء تيجراي العظمى نشر جماعاتها الإرهابية في قوات منظمة في منطقتين أمهرة وعفر وتحميل كل ما تستطيع حمله في شاحنات وهدفها العام هو إعادة الشعب الإثيوبي إلى مئة عام إلى الوراء وإن عمليات النهب والمجازر التي بدأها الإرهابيون والغزات في منطقة أمهرة وعفر تثبت رغبتهم في السيطرة على جميع أنحاء إثيوبيا إذا نجحت نواياهم بالإضافة إلى نهب البضائع حيث تشارك أيضا مجموعات صغيرة على جانب الطرق في نهب المركبات الموجودة في المنطقة وأحذر البيان بأنه يجب أن يدرك الشعب الإثيوبي أنه إذا لم ينظر إلى هذا التوسع الخطير فسوف توسع الجبهة الإرهابية وتحول إثيوبا إلى مجزرة وأضاف البيان أنه بالإضافة إلى الدعوة إلى كراهية الأمهرة كان الغرض من هذا الغزو إبادة الشعب كأمة ومن الصعب تخيل الضرر البشري والمادي الذي سيلحقه بالأمهر والإثيوبيين الآخرين إذا لم نتصرف كأمة وأكد البيان أنه بحاجة إلى وضع حد لعمليات النهب والمجازر وختم البيان أنه كأمة يجب حماية البلد من العدو الإرهابي والغازي الذي جاء ليقضي على جيل ويضع بقية الناس تحت نير العبودية كأمة شكرا